استعاذة بالله من كل شيطان وبسملة بالرحيم الرحمن وحمدا للواحد الديان وصلاة وسلام على سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه في كل حال وآن أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته كان من دعاء سيدنا موسى عليه وعلى نبينا السلام رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري من دعاء سيدنا موسى وحل العقدة من لساني وفي آية أخرى طلب من الله جل وعلا أن يرسل معه أخاه هارون قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون الفصاحة بمعنى الإبانة أن تبين للناس قال جل وعلا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه أوتيت جوامع الكلم ويقول الله عنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ويقول الحبيب الشفيع إن من البيان لسحرا والمتأمل في خطب سيدنا رسول الله في أحاديثه النبوية الشريفة وفي كتب الشمائل المحمدية وفي كتب السيرة النبوية يجد أن سيد الخلق هو أفصح الخلق على الإطلاق أفصح خلق الله على الإطلاق هو سيدنا رسول الله مع أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب إلا أن الله علمه فتربى على يديه الأساتذة ثقف المثقفين وعلم المتعلمين أعجز البلغاء والشعراء والفصحاء والأدباء فما ملك هذا الرجل المشرك عندما سمع القرآن إلا أن قال والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعله لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه وما هو بكلام بشر سيدنا رسول الله يقف على صعيد عرفة في حجة الوداع فيخطب الصحابة خطبة جامعة مانعة بليغة فصيحة كلماتها قليلة إلا أن المعاني فيها عظيمة يقول أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا يقول صلوات ربي وسلامه عليه استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان كلمات قليلة يستطيع المستمع أن يعد هذه الكلمات إلا أن لها معاني عظيمة ومعاني بليغة وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم فهذا صديق الأمة الأكبر عند وفاة سيدنا رسول الله يقف ويقول كلمات قليلة إلا أنها وقعت في قلوب الصحابة قال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وهذا سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه عندما ولي الخلافة يصعد المنبرة ويقول للناس كلمات قليلة أيها الناس إن من كان قبلي يقصد الصديق والفاروق كان يعدان لهذا المقام مقالا وأنتم الآن في حاجة إلى رجل فعال أحوج منكم إلى رجل قوال يعني تحتاجون إلى من يفعل لا من يقول وفقط وهذه أم المؤمنين عائشة كان الصحابة يذهبون إليها ويسألونها في الطب والتاريخ والشعر والأدب وكانت فصيحة بليغة تعلمت الفصاحة والبلاغة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا سيدنا علي بن أبي طالب ابن عم النبي وصهر النبي صلى الله عليه وسلم كان فصيحا بليغا رضي الله عنه من كلامه ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء ففز بعلم تعش حيا به أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء إن أردت البلاغة والفصاحة فاقرأ القرآن واقرأ أحاديث النبي العدنان واقرأ سيرة صحابة المختار تكن من أهل البلاغة والفصاحة إن شاء الله رزقني الله وإياكم لسانا فصيحا ناطقا بالحق دائما صادحا به اللهم آمين وصلى الله على سيدنا محمد بدءا وختاما وشكر الله لكم حسن استماعكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته